السؤال الثاني من حساب أسامة والي بيقول السلام عليكم هو اللعب على الكمبيوتر حرام ربنا يا حاسبنا على الوقت ده بس الواحد بيهدي أعصابه منتعب اليوم أنا عينها هبتدي الإجابة على السؤال ده بحاجة لطيفة كده بحاجة لطيفة الناس بتقولها بيقولوا الناس بتقولك احلى عشر دقايق نلعب فيهم على الكمبيوتر التلات ساعات اللي قبل النوم احلى عشر دقايق التلات ساعات اللي قبل النوم ايه سببه اه اللعب على الكمبيوتر تعالوا نتكلم كده على بلاطة اللعب على الكمبيوتر محدش هيحرم ان الانسان يلعب مدة يروح عن نفسه المدة دي تكون على الاقل قد المدة اللي انت اشتغلتها لكن ما ينفعش تلعب على الكمبيوتر 3 او 4 اضعاف المدة اللي انت اشتغلتها لان اول ما يحسب عنه العبد يحسب عن عمره فيما قضاءه وفيما انفقه فانت لازم تلقاول خالص تعرف ان العمرك ده انت تتحاسب عليه ولازم تعرف ان العمر ده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ان هو بعض الناس اذا لم يحسنوا التعامل مع العمر فهم محرمون فلذلك انت لازم تعرف ان العمر ده ستحاسب عليه تحاسب على كل لحظة على كل ساعة على كل يوم فانت لازم تعرف ان انت تتحاسب عليه يبقى ايه اللي حاصل يبقى إذن أنت يجب عليك أن لا تضيع حياتك حياتك أمانة حياتك رزق زيها زي المال ورسول الله عليه وسلم نهى عن قيلة وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال فأنت لا يجوز أن تضيع حياتك هل يأثم الإنسان إذا هو أفرط وأسرف في اللعب نعم الإنسان قد يصل إلى درجة الحرمة إذا طيع الواجبات وإذا ضيع الأمور التي هي أولى مما هو عليه فلذلك لابد أن احنا نعمل نروح لكن نسرف لا الإسراف حرام الإسراف حرام ولذلك إذا أسرف في اللعب يكون هذا حرام وإحنا قلنا عايز يا سيدي يبقى أقصى مدة ممكن تكون للعب هي المدة التي تساوي مدة العمل لكن ما تسيبش مدة العمل ويبقى أنت كده إلا حاصل يبقى أنت كده فعلت ما عليك ترجمة نانسي قنقر